خطة الجزائر وخطة الجزائر وخطة الجزائر وخطة الجزائر وخطة الجزائر أعزائي لفاضل أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو هذا الفيديو الذي كان أعتذر لكم أنني نعلق عليه لأنه صراحة ما محتش أننا نعلقوا عليه لكن بغيت نديره بش يبقى للتاريخ بش يبقى كشهادة ماذا يحدود في المنطقة دينا فهم لي كنتكلموا على التآمر وكنتكلموا على الناس اللي كتروج للإرهاب وكتدعم للإرهاب وكنتنفذ لعمليات الإرهابية فما كانتكلموا شيء من فرغ غدي نخلي لكل واحد فيكم أنه يكون الفكرة دياله من خلال مشاهدة دياله لهذا المقاطع ديال هاد الفيديوهات اللي غدي نشوفه السحراوي كانوا يتكلموا عليها خطة الجزائر وخطة الجزائر هذك هي الخطة اللي كنت لك طرحنا تصعيد العمليات الفدائية باتت أكثر من ضرورة حتى يضع الشعب السحراوي الاحتلال المغربي أمام أمر الواقع هو القرار الصحيح ويجب أن يستمر ويتواصل بالتصعيد يجب أن يكون تصعيد في العمليات النوعية في العمليات الفدائية حتى داخل العمق المغربي المغربي وليس فقط الأراضي الصحراوية المحتلة مدينة العيون أو الصمارة أو غيرها أو الداخل أو غيرها العمل المسلح ضد الاحتلال المغربي ضروري وضروري جداً وتصعيد العمليات الفدائية لازم اليوم البوليزاريو أنه يقل الحرب حتى في المناطق تاع المغرب في الرباط في كازا في هدية الحرب لأن هذا احتداء على شعبه على حقه كان الناس يتقول لي الشعب الشقيق خلونا من حذرها هذه الحفظكم هذه تعدية مغرجية تحشب شعب شقيق ورقض النهار كامل هو رقض ما يفتنش دونك يا صحراوة لكم بايت دول الاستقلال موتوا واستشاهدوا على بلادكم وحاولوا الحرب حتى في المغرب داخل الأراضي المغربية مش الأراضي المحتلة المغربية في كازا في مراكش لكن كين أعمال القادرين تقوموا بيها لخلق الرعب في المجتمع المغربي الآن الحرب بدات والحرب ستستمر وستشمل يوم ورا يوم إلا إن شاء الله تشمل مناطق ما كانت شاملتها فيها مدون المحتلة فيم شعبنا فيم آلاف الشبان الصحراويين مستعدين كلهم مشحونين بالوطنية وبالاستعداد للقتال والاستعداد للحرب بكل الأساليب المتاحة في متناولهم إذن يجب أن يخلق فيها الجداء يخلق فيها عمليات عسكرية يخلق فيها عمليات نوعية ومع الوقت ستظهر إن شاء الله هذه الأعمال القتالية على مستوى هذه المناطق مناطق المحتلة من الصحراويين كنا اخترحنا هذيك الوقت خطة اللي ما تسمى بالصحراويين كانوا يتكلموا عليها خطة الجزائر خطة الجزائر هذيك هي الخطة اللي كنا اخترحنا عنها هذيك الوقت تتظمن ماذا هذي الخطة الحطة خطة وعواس تكون نوع من منوشات في وسط المغرب ما يهمتش قواته ولكن موش من احنا موش من احنا من الصحراويين الصحراويين في بلادهم حرين حرين على كل حال وموجودين على حدودنا وموجودين سمعتي وكل شيء وهذا مشكله خطة نحنا مش خطة الجزائر خطة الجزائر طبعا طبعا ولكن الناس اللي قايمين بالحرب والناس اللي قايمين بالاسبات هو بص هبص حرب غربية خطة مامي جزائرين مامي جزائرين مامي جزائرين جزائرين وفي نحن مددًا فإنهاتنا حينتنا يَلَطَ 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 يَنَنَسَنَ وعندما كان لدينا 108 مجموعة من الماروكيين من الماروكيين من الماروكيين يجب أن يكون المسلمين وعندما يقولون أننا لم نتحدث وعندما يقولون حسين 2 لذلك لا نستطيع المساعدة وفي النهاية أصدقائي كنشكركم على حسن المتابعة بالنسبة للناس لأول مرة يشوفوننا فمرحبا بهم أنهم ممكنوا يشاركوا في هذه القناة وكذلك أنهم يدعموها ويبغتاجوا هذا الفيديو باش الناس كلها تعرف مع من حشرنا الله في الجوار